أما بالنسبة لحسقيال، قلت لي في حسقيال واحد؟ واحد، آه، ده مشهد جميل نفسي نقف عنده لأنك قلت تعبير جميل في المقدمة الحقيقة مرات نشعر أن السماء صامتة ومقفولة فده مشهد عايز بقى نقف عنده لأنه قوي جدا وأصلي يشجع ناس كتير حسقيال بيدرب أنه يكون كاهن والتدريب ده كان بياخد من وهو عنده عشرين سنة لتلاتين سنة ولما يبقى عنده تلاتين سنة يبدأ الخدمة وهو بيدرب جه السابي البابلي فاتاخد من أورشاليم إلى بابل وأنا عدت مرة أتخيل مشاعر حسقيال فين المستقبل الجميل ضاع فين الحلم بتاعي فين الهيكل فين بيت الرب فين شعب الرب فين انتظاراتي فين الخطة بتاعت بكرة اللي أنا مستنيها كأنه كل حاجة تشطب عليها يا رب أنت فين صمتت السماء صمتت السماء ست سنين وفتحت السماء وابتدى ربنا يتكلمه لما كان عنده تلاتين سنة يقول في السنة الثلاثين وكأنه الفترة دي هو تاية في ايه مش عارف بكرة في ايه مش عارف شعور صعب جدا الحقيقة بس المشجع في القصة هنا أنه صمت السماء لن يطول لابد أن تنفتح ولابد أن الرب يتكلم وكأنه رب اختار التوقيت الالهي عجبني كمان التحديد أنه في الشهر الرابع في اليوم الخامس في حسكوها الواحد بيحدد الزمن التوقيتات الالهية فيه توقيتات مرات يبدو فيها أن الرب صامت بس الحقيقة أنا رأيي أنه هو مصامت هو يعمل خلف السطار هو بيعمل هو بيجهز هو بيعد لكن تبدو فيها مسامح حاجة مش شايف حاجة ومتلخبط مرات لكن مشاجع جدا أنه بقول التعبير ده هيجي لك يوم بتاع خمسة شهر أربعة ده بتاعك يعني كانه تنفتح السماء لأجلك ويبدأ يشوف حسكيوها النقلة في حياته تحصل من قاعد بين المسبيين مش عارف هيعمل إيه والحلم ضاع ما فيش رؤية بس تنفتح السماء ونبدأ نقرأ تعبيرات يقول رأى رؤى الله عينه تفتح حتو ده يشوف مشهد مختلف مشهد سماوي مختلف عن الأرض فينك يا حسكيوها أنا في السبي أنا في حتة وحشة بس الحقيقة لما تفتح السماء هو شاف مناظر عظيمة وشاف صورة تانية مختلفة ربما الواقع صعب لكن السمواد بتقول كلام مختلف السماء فيها صورة تانية مختلفة مختلفة وكان فيه صوت بقى من السماء حسكيال أنت كنت عايزة تبقى إيه؟ عايزة بقى كهن فين؟ في أورشاليم أنا هخليك نبي هعمل تحويل للخدمة لأنه هو السيد هو اللي من حقه يقول نعمل إيه؟ فأنا دعوتك أنك تكون نبي مش كاهم ومش في أورشاليم لكن في باب بين المسبيين يبقى نبي بين المسبيين وهنا ابتدى يحصل تعحويل المسار وإعلان عن الخدمة وإعلان عن قصد الله لي وقال تعبير جميل وكانت عليها الدرب كأنه ابتدى يستقبل قوة للمرحلة الجديدة وطاقة جديدة للخدمة اللي رب دعي لي لأنه هو هيعمل الخدمة في حتة صعبة وسط المسبيين فهنا صورة جميلة بفرح بيها قوي لن تستمر صمت السماء طويلا انفتح السماء انفتحت وطبعا بالنسبة لحسقيال شاف رؤى عظيمة جدا وإعلانات عظيمة لم يتوقعها وشاف مجد الرب في العهد القديم طبعا وتنبأ بنبوات عديدة لا حصرة لها مع انه كاهن ولكن الله استخدمه بخدمة النبوة ولكن حبيت كيف ربطها انه الله يعني حتى صمت الله هو أبلغ رسالة لكل من يرى يعني الله بعين روحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة